اشتركوا في القناة 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 الله اكبر الله اكبر شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 في محيط بلدة كفرنبل وفي جسل الزاوية الملاحظة أن شدة الانفجار تختلف كثيرا عن الانفجار الذي كان يتولت عن قصف قوات الأسد ما زالت تيران الحرب الروسي الآن يحلق في أجواء المنطقة إذن روسيا استباحت رسميا استباحت قصف المدنيين السوريين ومنازل المدنيين دون أي رقيب أو عتيد من أي دولة من دول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة